ايطاليا بهدفين الدوران هدفون وقعوا الدولي الفرنسي واركا بايت الدقيقة السابعة والثمسين من اللقاء الفريق الباريسي يجعوا اذن في حسب هذا النساء الوديل صالحي واخنجوا عن تذيقات اضافية قبل انطلاق الشبر الثاني من الموسم اما الامتال فسيكون مدوانا الان لإسراءة من استفادة من عبر هذه المباراة والتي لم يكن خلالها مقنعا بشكل كافي وضعين عن جانب التنفسي فقد شكل هذا اللقاء موعدا اهتفاليا باسم الجماهير المراكوشية التي حضرت بأعداد جيدة للقاء وتفاعلت مع أطوارها وبالعرضة للظروف وأجواء المباراة والتي كانت جيدة يكون مرعب مراكوش قد كسب نقاطا رضافية من أجل صدافة مواعيد مباثلة هي إذن حركية نجابية يعرفها المغرب على هذا الصعيد من خلال صدافة مواعيد رياضية هامة بحضور فرق كبرى بشكل مكينو ميشها لإستفادة من البنية التحتية الجيدة التي يتغفر عليها ومجهات أخرى للترويج باسم من خلال استقمال فرق كبرى و سمتة بالمدينة مراكوش ميديا نهاية نشرى شكرا على وفائكم لسيس ناف متواصل مع كدافيت نهاية نشرى شكرا على وفائكم لسيس ناف متواصل مع كدافيت نهاية نشرى نشرى شكرا على وفائكم اشتركوا في القناة